يمكن أنتم معايا بيبعثوا لإخواننا السودانيين هم الفتيل الأذمة بتاعة محمد الشرنوي وما حدث الأخ المحترم الدكتور عوض عثمان طبيب نادي الهلال خلينا نفرد معاك بأول رد فعل من طبيب الهلال السوداني الأخ المحترم الدكتور عوض عثمان لما سئل عن أذباب المشادة مع محمد الشرنوي قال كنت أعالج أحد لعب الهلال وأرش المخدر الموضعي على قدمه في مكان الإصابة ففجأت بمحمد الشرنوي يرفع صوته ضدي ظنًا بأنني أهدر الوقت أحمد عبدالقادر جه كذلك من بعيد ليشتبك معنا وبعد المباراة استمروا في الاشتباك وأحمد عبدالقادر ضربني ضربة قوية وقمت بعمل أشعة في المستشفى بسببها قالوا لها دكتور عوض عثمان يعني أنت استفزيت محمد الشرنوي وتلفزت بلفظ مهين في حق النادي الأهلي والشرنوي الراجل رد وعلش أنه بقومنا نقول اللي قاله بالضبط قال ما حصلش أنا ما شتمتش للأهلي ولا شتمت محمد الشرنوي وأنا راجل طبيب محترم ولا يمكن أن أشتم الموضوع كله أن فيه لاعب من الهلال السوداني وقع مصاب وأنا وأنا برش المخدر الكابتن محمد الشرنوي ظن أن أنا بهدر الوقت فتلفز في حقي يعني قاله يا أخي ده مش أسلوب شيء من هذا القبيل يعني ما شتمش يعني خلص مضيع الوقت ده مش شكورة حاجات زي كده يعني وأحمد عبدالجادر جي من بعيد وضربني ضربة عملت أشعة بعد المباراة في سدري بسببها بعد ما أتكلم الكلام ده الدكتور عود عثمان مصدر من النادي الأهلي وأنا بداية من كلمة مصدر يعني اللي رد من النادي الأهلي كان لازم يقول لنا اسمه يعني ولكن خلينا نقول كل الأطراف بعد الدكتور عود عثمان متكلم خرج مصدر من النادي الأهلي من داخل البعثة في السودان والطبيب الهلال كاذب في هذا الكلام وعود عثمان طبيب الهلال كاذب وهو من اعتدى على محمد عبد المنعم وضربه بزجاجة المخدر الموضعي وده اللي هيج الدنيا انه عود عثمان لم يكن محترما وضرب محمد عبد المنعم بزجاجة المخدر ولما ذهب محمد الشناوي عشان يكلمه ويقول له عيب ده ضرب الشناوي أيضا والدليل على كده ان الحكم لم يتخذ أي إجراء ضد الشناوي وكان في قلب الأزمة بل طرد عود عثمان طبيب الهلال خارج الملعب وطبيب الهلال صمم على التباطع وعدم الخروج ده مصدر من الأهل بيحكي بناء على شهادة الشناوي واحمد عبد العادر واللعبة اللي كانت موجودة في الأزمة وظل متباطئا لا يريد الخروج من الملعب ورغم ان الحكم قام بطرده وده يمكن بعض الناس ما خليتش بلها منه في التلفزيون ولكن بيؤكده مصدر الأهلي إلا أنه تواجد على دكة البودلاء حتى نهاية المباراة وعشان كده محمد الشناوي ذهب لي على الدكة وكان يريد معرفة سبب تصرفه ولماذا هذا الاشتباك ولماذا ضرب محمد عبد المنعم ولماذا تلفز في حق الشناوي والأهلي ده كلام عود عثمان وكلام مصدر بالنادي الأهلي ردا على طبيب الهلال عود عثمان تواصلنا مع بعض الناس اللي موجودة في الاتحاد الافريقي وأنهم يا جماعة ما ظهر في الشاشات من عود عثمان طبيب الهلال وردت فعل محمد الشناوي ثم ما ظهر من محمد الشناوي من انفعال بعد المباراة يترى ما صرهم ايه فألونا والله بس الموضوع سيذهب الى التحقيق وتوقع بعض الخبراء واللي على دراية بلوايح الاتحاد الافريقي من اللي نكلمتهم أنه يكون في عقوبة بناء على تقرير حكم المباراة وفي عقوبة بناء على شريط المباراة فيما صدر من محمد الشناوي من انفعال وأكد لي المصدر في الاتحاد الافريقي أنه مهما كانت الأسباب انفعال محمد الشناوي كان زائدا وكان واضح جدا على الشاشة ولن يمر مرة الكرام وسيكون أكيد في عقوبة عليه من الاتحاد الافريقي الكاف طبعا العقوبة ايه او درجتها ايه ده شيء يقدر الاخوة المحترمين في الاتحاد الافريقي ليس لي دراية واللي كلمتهم قالوا ما نقدرك نسبة الأحداث ولكن اكدوا انه سيكون هناك تحقيق ولن يمر هذا الأمر مرة الكرام برضي عشانا اقدر اجيب لحضرتكم معلومة اكتهدت ان نعرف هل النادي الاهلي عاي كل ردة فعل على تصرف الشناوي وعرفت ان في ردة فعل من الكابتن سيد عبد الحفيظ واني سيكون هناك كلام مع الشناوي وستطبق عليه اللائحة وسيكون هناك تحقيق وحتى لو شفوي مع محمد الشناوي لمعرفة ما سبب نرفسته وانفعاله بهذا الشكل وظهوره بهذا الشكل الذي لا يريخ بكابتن النادي الاهلي موسيقى